اشتركوا في القناة عن المسيح واعطى هذه المواصفات في صحاح تسعة والآية ستة والآية سبعة يقول الكتاب لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام ولملكه ليس له نهاية فإذن من هذه الآيات أحبائي لاحظ النبي إشعياء يبتدئ ويقول إذ عجزت الكلام وعجزت الأوصاف كيف أوصف هذا الشخص الفذ الرائع البديع الفريد كيف أصف يسوع المسيح فوضعها بكلمة وحدة قال يدعى اسمه عجيبا كيف ما بتطلع على شخصية يسوع المسيح بتكتشف تستنبط بتستشف بتستلهم إنه هذا الشخص فريد من نوعه بتكتشف إنه هذا الشخص لا مثيل له واحد من نوع مثل ما إنه دي أن إيه في كل شخص بيختلف عن أي شخص آخر ومثل كل بصمة إصبع بتختلف عن أي بصمة أخرى وكل قطر التلج بتنزل بتختلف عن أي قطرات أخرى فالمسيح هكذا أحبائي لا مثيلة له فيسمى الإبن الوحيد الإبن الأزلي إبن الله فيسوع المسيح أحبائي هذه المواصفات بتعبر عن جمال يسوع بتعبر عن أوصاف يسوع بتعبر عن كمال يسوع المسيح